بالنسبة لقيت كهربا انت تطمنت مبارح على الاجراءات من خلال اتحاد الكورة بص الكلام اللي انا انا كنت باخد معلوماتي اللي انا كنتش في مصر في مصر كمان اه فكنت باخدها طبعا من وسائل اعلام والسوشيال ميديو اه وطبعا بعض الحاجات على اليوتيوب من اللي بكاتقال في اله ولايك كلام غريب جدا هتيجي بفخرة اه ننقشها فيه اه انما هو اه الحقيقة انا 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 اللي فهمته من استاذ محمد مرجان لا لم يكن هناك تعنتا من اتحاد الكورة ولكن اتحاد الكورة شايف انه اه في فرصة بقى ان يساوي كل المتعلقات المالية مع كل الانديه اه فقالت له استاذ محمد يعني اه انت انت مطمئن ان ده مش موقف مع النادي الالي قال لي لا هم جابولي المدونيات للانديه كلها وكل نادي علي ايه وحيتعمل معه نفس اللي اتعامل مع النادي الاهل انما التفاصيل المالية بقى لا طبعا القدارات المالية بتقعد مع بعضها الاهل اللي هو حقوق وهم اللي هو حقوق وتم التسوية المالية انا افضل عشان فيها شوية تفاصيل اقدر اقولها التليفون فيه مشكلة بس مفيش الاتصال يعني مش هينفع يجي اه اه طيب هم قالوا لينا تمانية انا مش عارف ايه مهم رسة الاعداء على ستة مليون جنيه والاهل كان له تلاتة مليون جنيه تقريبا اه اه اتدفعوا الخلاف التاني اه اه وهم تلاتة نقاط الحقيقة طب الاهل خمستاشر في المية الخمستاشر في المية اللي عايزة تتفصل كم رعاية وكم وكم هو اغلب الظن ان اتحاد الكورة كان بيعتقد انه هو من حقه في اللايحة ياخد خمستاشر في المية بس حقوق بس كل مباراة كل نادي لمباريات وباعتباره الطرف المنظم للبطولة الاهل قيمة عقد البس لا يشمل مسابقة الدور لوحده فبالتالي هو الاتحاد الادارة المالية للاتحاد كانت بتأمل انه تاخد خمستاشر في المية من الميت مليون النادي الاهلي الميت مليون عقد الرعاية عقد اه عوائد البس شاملة مباريات الاهلي في الدوري وبعض الحقوق الاخرى للقنوات المتعاقدة فبالتالي انت كالتحاد منظم لمسابقة الدوري فانت تاخد خمستاشر في المية من قيمة عوائد بس الدوري اللي هو بالنسبة للنادي لا لخمسين مليون فهي 15% من الخمسين المهم في الآخر تم الاتفاق على كل شيء بالضبط وفيه جوابات رسمية بهذا المعنى الموضوع التالت الآلي له مستحقات في الباس ما خدهاش هتبتأخذ مني نسبة على الباس وانا ليه عشرة مليون جنيه برا لسه او اكتر وكان التحدي السابق مع المجلس السابق ايضا قال لك طم منكم للتلفزيون طب انت دلوقتي الامور معلقة انا عايز اقول لي النقطة دي عشان لما هتحصل متعملش مشاكل عشان كده كنت عايز الستاذ محمد مرجان ولش راح ولو جانا برضو يأكد على الكلام لو انا ما كنتش دقيق او فاهمي ما كانش كامل في بعض نقاط فالنادي الاهلي قال له احنا لينا عشرة مليون واخن تبتأخذوا النسب وبتاع قال له شوف هتدي له الجواب اقول لك لك عشرة مليون ولو وانا مستعد انك تقاضيني عشان ادهم لك انا مش عارف عصالهم ها لكن عشان اقدر ان انا يعني ابرئ زمتي قدامك اه ما عنديش اي حساسية او غضادة ان اللوحة في الاتحاد ياخده ولو بالقضاء بالضبط فما فيش ما فيش سؤنية يعني عايز اقول ايه حتى لو كان في الاول فيه كلام انا معرفش ماذا صحته الحقيقة اه ان فيه حد واستعلامات ومستعلامات الليل انتهت على طول مبارح الصبح بمتاز ثلاثة وازم ما شفنا قيدة محليا وافريقيا قيدة كهرباء لكن زي ما المهندس عادل اشار الاتحاد احصى كل ديونه الخارجية وشايف انه علشان يقدر يافي بالتزامات ويقدر يطور اللعبة ويقدر يصرف عليها ويقدر كمان يساهم في تقنية الفار ابتدا من الدور التاني عنده التزامات كتيرة حقوقه بره يجيبها ازاي ده افضل توقيت يحصل فيها ديونه من خلال قبل القيد محدش هيسجل قيد ياناير الا لما يسدد الفلوسة اللي عليه طب الاهلي كان اول الملتزمين وسدد الديون كاملة بتاعته بقيت الاندية الاتحاد عنده كشف واعلنوا للاندية نتمنى من كل الجهات حتى الجهات الرقبية اللي بتفتش اتحاد الكورة ديونه الخارجية معلنة وموجودة الموقف يكون فيه منتهى الشفافية منتهى الجدية في انه الكل يدفع مش هلزم نادي انه يسدد ديونه قبل ما قيد له لعبة واجه اسيب نادي اخر فنتمنى ايوه ايوه بس المصارة ما تبقى واحدة ما حدش قيد بالضبط ما تم انفاذه على الاهلي ينفذ على الكون علشان الاتحاد يقدر يحصل ديونه هذا الموقف الحضاري انا ليه بأكد عشان احنا مش غييتنا ان احنا نضغط ولا نهدد ولا نبتز ولا نهاجم عشان ناخد حقوق احنا معنيين بالحقيقة عندما يكون هناك مبرر لصدام خفيف يحل بهذا الحوار الموضوعي الذي يعتمد الوقيعي واعتمد على الاحترام المتبادل لازم نقول ونبر الناس عشان لكن لما بيكون لنا بحقوق ونطالب بيها محدش يسعى مننا هنا النقطة طب هو احنا ليه ليه لا يقدر السلوك الضغري المحترم اللي بيحترم حقوقه بيحترم الناس هو بيطلب منهم حقوقه بالزبط في الوقت اللي غير ما بيعملش كده وبياخد حاجات ربما تكون حقه وربما تكون مش من حقه يعني احنا اللي قلنا لهم ادفعوا بالنيابة عنينا حاجة ولا قلنا لهم سولنا مشاكلنا احنا بنقول لهم يا جماعة ايدلنا قالولنا عليكم نقعد نتكلم خلطنا خلطنا السلام عليكم فاحنا بنقول هنا ما كانش فيه سؤوني هذا حقهم لكن حقنا بقى لما نطلب حاجات من حقنا نلاقي اجابات من حقنا ان المصرى تبقى واحدة بالزبط من حقنا نعرف ايه اللي حصل في الشكاوى التي قدمت الى الاتحاد قبل كده اعتقد ده كمان حق مشروع كهربا تسجل محليا شارك مع الاهلي سجل او سجل كمان في القايمة الافريقية ويسافر ان شاء الله يوم الاربع ضمن بعثة الاهلي المسافرة الى زنباو